اشهد فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الاسهر الشريف بالجهود الحثيثة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من اجل نشر قيم التعايش السلمي بين الشعوب واكد شيخ الازهر ضرورة البناء على النتائج التاريخية التي خرج بها ملتقى البحرين للحوار من اجل ترسيخ قيم التعايش وثقافة السلام بين مختلف الثقافات ومختلف الاديان واشهد كذلك بدور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر هذه القيم وتأصيلها من خلال مبادرات وبرامج رائدة على المستويين الاقليمي والعالمي جاء ذلك خلال استقبال شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث اثنى العسومي خلال اللقاء على الدور الراد الذي يقوم به الازهر الشريف تحت قيادة فضيلة الامام الاكبر في الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية ترجمة نانسي قنقر